يوسف جبالي بقى يوسف جبالي ده لعيب بقى انه تلات سنين يعني الناس بتتكلم فيه سامير كامونة كابتن سامحوسني كابتن سامير الناس كتير وانا كان تمال نادي الشمس بتكلموني كما لو كنت صاحب شأن يا جماعة انا والله كل دوري لما بتكلموني بتكلم الكابتن عبد العزيز بتكلم الناس ما عارفوش يوصلوا للاتفاق الولد كل ما يجي يتحرك مين ولا شمال ويروح هنا ولا روح هنا يكلموني اكلم الولد شاري الاهلي جدا هستنى شاءت الظروف ان انا دلوقتي بقيت اقدر اتواصل رحت نادي الشمس قبلت حبيبك رئيس نادي الشمس وسامى ابو زيد وسامى ابو زيد وهو اعلامي كبير وازم الكاوي كبير ساخدف اخبار اليوم من مصدقاء العزيزيز ندا قلت يا ابني قاله يا كابتن دا حلمي وانا بقالي ثلاث سنين وما صدقت الكابتن عادي اللي هيجيل عادي هنا سامى قاله يا ابن روح الزبالك فقال لي خلاص اعتبروا عندك قلت له شوف احنا وصلنا لنقطة ان الولد دا خلاص ماينفعش ان انت تبص فيه على اساس انه صفقة تجارية هو في ظله سنة سبعة وتسعين هو ما جاد ليش سنة دي حيبقى صعبة خلاص يجي الاهل انا لازم اشوفه على الاقل سنة على الاقل لو كان جه السنة اللي فاتت كان زمانه تصعد فوق فعايزين ينحقه دلوقتي وما تبصش على اللي تاخده منه دلوقتي لو انا اقنع هناخده عرب نية البيع حييجي اخر السنة الناس هتقول وعايزينه بقى يتأيد حديلك المبلغ المتفق عليه لكن دلوقتي يعني مبلغ بسيط جدا يعني ما هوش مبلغ هو مجرد مبلغ رمزي يساعد ان الولد يخش النادي الاهلي خلصة مضينا ومضى شراء مؤجل يعني عرب نية البيع زي امطوي وزي العب كتير وكده اشكر مجلس ادارة نادي الشمس تماما اللي كانوا لهم كانوا حرصين وبرضو ابننا ظهر بصورة بفنيلة حامرة كده واحد من صحابه دهالو يصور بيها قلت له لأ لان اللي حيعمل كده فيه غرامات الرعاة حيدفعوك غرامات فيه مراسم لإعلان اللعيبة اللعيب اللي حيعمل كده حيتفعو الغرامة دي فطبعا انا بقول كده لكل ولادنا اللي حيقولنا محدش يصورك محدش لان فيه مراسم في النادي الاهلي الفيحو لأ انا باقولها بشرحها الرعاة لها مراسم كنت بتنبع على اللي هتمضيهم لسه هاي حد القديم والجديد الجديد اللي هو بتواضي خاعر بالإعلان ناجد ضليتنا. هو المهم هو الصعب ايه. الصعب انك تلاقي اللي انت عايزه. اه. في الناس متصورة ان الصفقات بس جيب 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 وخلاص عشان تتطمئ. طب لو جيبت مش مش هجيب احسن من اللي عندي. ولا يعني او اجيب حد صغير ممكن قدام يبقى احسن من اللي عندي. ادي الشغل يبقى كده. لما نلاقي حد يجي يقدر يخش على طول في في الاطار العام. هنجيب بس. اه. انما يعني اعتقد ان اه 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 الاجهاز الكرة ده الوقتي بيشم نفسه. جاله حد في المكان اللي هو عمل له صداعه فيه اصابات كتير. اه باذن الله. احمد علاء يلح يتسجل في افريقيا يعني. اه بكرة الصدح يسجلوه لو عايزين. اه. يعني خاصة هو انهى الدور مع الداخلية فجاهز. اه وده فيه ميزة ملعبش افريقيا يقدر تسجل. اه اه. يمكن الاستفادة سريع. ده شعن بقى من يخص. من شعن الجهاز. اه. طيب البعض ليه تعليق على حتة ان انت بتشتري الجزئية المستعبل والناشئين مفهومة. جزئية ان انت بتجيب بعض الناس من الدرجة التانية. ما هو انت فاكر كل اللعيبة اللي بتشتريها اللي بتسمع تلاتين وخمسة عشرين مليون وتلاتين كلها جاء من ايه? بالدرجة التانية. بالدرجة التانية. اه. فيها او عبر. بالزبط. سموحة. الاسيوطي. اه. المقاصة. اه. اه. الداخلية. سنة او سنتين. اه. كل دول. كانوا من سنة او اه. هو هو بيعملوا النقطة اللي الاهلي كان بيكتفي باخترارة الناشئي. اه. ولما كنا قبل كده بنعمل زي الاندية دي. وليه ناسي كانت بتجيلي منهم اسلام محارب. اه. اخي دمالك. انا عاديك تتخيل ان اه اه احمد الشيخ جالنا كان انتقال مباشر وكان حيدافع في مية وخمسين الف ولا مية الف. اه. اه. عبدالله بكري. نفس القصة. اه. كانت طاحت تدفع بيه في ميتين وميتين وخمسين الف. اه. اه. لعيبة كتيرة جد. ناصر منسي. بتاع الشمس. اه. مولد اه. اللي هو راح الداخلية. هدفه واصبح بيلفت الانظار. اللعبة دي كلها جات. لكن الاهل وقتها عايز العيب جاهز قوي يقدر يخش. طب